عن جابر بن عبد الله الأنصاري إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة إنها الصفحة السادسة والأربعون الباب الثاني الحديث الأول بسند النعماني عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وفد على رسول الله أهل اليمن فقال النبي جاءكم أهل اليمن يبسون بسيسا جاءوا يمشون بتأدة ووقار جاءكم أهل اليمن يبسون بسيسا إنهم يمشون مشيا هادئا جميلا فلما دخلوا على رسول الله قال قوم رقيقة قلوبهم راسخ إيمانهم منهم المنصور هذا هو اليماني منهم المنصور يخرج في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وصي حمائل سيوفهم المسك 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 جلد الخرافي وجلد الماعس فقالوا يا رسول الله ومن وصيك اليمانيون يسألون النبي أخبرهم بهذه الحقيقة من أن المنصور منهم ماذا يفعل هذا المنصور يخرج في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وصي فلذا سأل اليمانيون عن وصي رسول الله فقالوا يا رسول الله ومن وصيك فقال هو الذي أمركم الله بالاعتصام به فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا هو حبل الله له كما يقول أصحاب العمائم النجفية من أن الآية في جو الوحدة فيما بين الشيعة والسنة كذابون هؤلاء سفلة منحطون بيعة الغدير بيعة فرقت بين الشيعة والسنة بين الشيعة وغيرهم من السنة أو سائر الملل الأخرى اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فعلي هو الفاروق الأعظم الفاروق الأعظم الذي فرق بين الحق والباطل وهذه الأمة تفرقت فيه هذه حقيقة هؤلاء كذابون يضحكون عليكم في الفضائيات أو على المنابر من أن الآية تتحدث عن الوحدة بين الشيعة والسنة فقال رسول الله هو الذي أمركم الله بالاعتصام به فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله علي فقالوا يا رسول الله بيّن لنا ما هذا الحبل فقال هو قول الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس فالحبل من الله كتابه والحبل من الناس وصي حديث الثقلين هذا بصيغة قرآنية فقالوا يا رسول الله بيّن لنا ما هذا الحبل فقال هو قول الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس فالحبل من الله كتابه والحبل من الناس وصي فقالوا يا رسول الله من وصيك فقال هو الذي أنزل الله فيه أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله فقالوا يا رسول الله وما جنب الله هذا فقال هو الذي يقول الله فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا هو وصي والسبيل إلى من بعدي والسبيل إلى من بعدي من الأوصياء مثلما نقرأ في دعاء الندبة الشريف أين السبيل بعد السبيل سبيل الله علي وآل علي صلوات الله عليهم فقالوا يا رسول الله وما جنب الله هذا فقال هو الذي يقول الله فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا هو وصي والسبيل إلى من بعدي فقالوا يا رسول الله بالذي بعثك بالحق نبيا أرناه فقد اشتقنا إليه فقال هو الذي جعله الله آية للمؤمنين المتوسمين المؤمنون المتوسمون هم الذين يدركون العمر ببصائرهم وليس بأبصارهم فقال هو الذي جعله الله آية للمؤمنين المتوسمين فإن نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصي كما عرفتم أني نبيكم فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه هو لأن الله عز وجل يقول في كتابه هذا دعاء إبراهيم للعترة الطاهرة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بحسب قراءة المصحف بحسب قراءة العترة الطاهرة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم تهوي تسقط تهوى إليهم هذه قراءة العترة في رواياتهم وأحاديثهم لأن الله عز وجل يقول في كتابه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي إليه وإلى ذريته إلى ذرية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثم قال من الذي قال جابر الأنصار هو الذي نقل لنا هذه الرواية ثم قال فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين هؤلاء هم الذين جاءوا من اليمن وهذا كبيرهم كبير الأشعريين فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين وأبو غرة الخولاني في الخولانيين وضبيان ضبيان قبيلة قوم من أهل اليمن كما أن خولان قوم من أهل اليمن عشائر اليمن فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين هؤلاء بن الأشعر وأبو غرة الخولاني في الخولانيين هؤلاء هم خولان قوم خولان وضبيان وعثمان بن قيس وقام عثمان بن قيس في بني قيس وعرنة الدوسي في الدوسيين ولاحقوا ابن علاقة فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه تخللوا صفوف الناس الذين كانوا جلاساً في مجلس رسول الله إنهم الصحابة فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه وأخذوا بيد الأصلع البطين يبدو أن تغييراً في التعبير بيد الأنزع البطين فهذا هو وصفه وهذا هو لقبه وأخذوا بيد الأصلع البطين هذه كلمة الأصلع تتردد في الكتب إنها محرفة عن الأنزع لأن الأنزع ما هو الأصلع الأصلع شيء والأنزع شيء وأخذوا بيد الأنزع البطين وقالوا إلى هذا أهوت أفئدتنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله أنتم نجبة الله أنتم قوم نجباء أنتم نجباء الله أنتم نجبة الله حين عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعرفوا أو قبل أن تعرفوا قبل أن تعرفوا بسبب من الأسباب عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعرفوا أو قبل أن تعرفوا بسبب من الأسباب فبما عرفتم أنه هو يا أيها القوم اليمانيون فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون يا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم تحن لهم قلوبنا ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا رجفت ليس خوفا وإنما رجفت حبا وعشقا ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا وانجاشت أكبادنا وهملت أعيننا وانثلجت صدورنا إنهم لا يستطيعون أن يعبروا عن الحالة التي عاشوها هذه التعابير تقريبية حتى كأنه لنا أب ونحن له بنون وحلي والد هذه الأمة أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة علي والد هذه الأمة الإمام المعصوم والد الأمة فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون يا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم تحن لهم قلوبنا ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا وانجاشت أكبادنا وهملت أعيننا وانثلجت صدورنا حتى كأنه لنا أب ونحن له بنون فقال النبي صلى الله عليه وآله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أنتم منهم أنتم منهم منزلتكم قريبة من الراسخين في العلم الراسخون في العلم الراسخون في العلم محمد وآل محمد أنتم منهم بالمنزلة التي سبقت لكم بها الحسنى وأنتم عن النار مبعدون قال فبقي قال جابر الأنصار فبقي هؤلاء القوم المسمون الأسماء التي ذكرت في الرواية فبقي هؤلاء القوم المسمون حتى شهدوا مع أمير المؤمنين الجمل وصفين فقتلوا في صفين رحمهم الله وكان النبي بشرهم بالجنة وأخبرهم أنهم يستشهدون مع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين لقد عرفوا عليا بعلي وهذا هو المنهج اليماني هؤلاء هم اليمانيون ولذا فإن اليماني لا يدعو لا إلى نفسه ولا يدعو إلى أحد من دون صاحب الأمر يدعو إلى صاحبكم لأنه يعرفه به يستدل على صاحبنا بصاحبنا هذا هو المنهج اليماني فيتفرد عقله وقلبه بالدعوة إليه فقط لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى أي كائن آخر هؤلاء هم اليمانيون تلاحظون التنسيق والاتساق في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ الحديث عن المنصور ثم فصل التفصيل مثلما نقل لنا جابر الأنصار واتضحت الصورة في نهاية الأمر من أنهم عرفوا علي بعلي يا خدام الحسين هذه هي الخدمة الأفضل أقول للذين كتبوا الرسائل وسألوا الأسئلة عن الخدمة الأفضل هذه الخدمة الحسينية الأفضل إنها معرفة الله ومعرفة محمد وآل محمد وفقا للمنهج اليماني أن نعرف الله بالله يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته نعرف إمام زماننا به نستدل على الإمام بالإمام وهذا هو الذي أدعوكم إليه دائما أعرفوا إمام زمانكم وعرفوا به هذا هو الدين الحسيني الحقيقي صار واضحا لدينا من أن الخدمة الحسينية على ثلاثة أنحاء شعائر مشاعر معارف الخدمة الشعائرية الخدمة المشاعرية والخدمة المعارفية الخدمة الأفضل هي الخدمة المعارفية الخدمة الشعائرية والمشاعرية مطلوبة نستعين بها على نشر معرفة إمام زماننا يا ليت مسيرة الأربعين ومواكب الأربعين تتبع هذا البرنامج خدام الحسين من الآن يحاولون أن يتعرفوا على إمام زمانهم من خلال هذا المنهج إنه المنهج اليماني مئات من الساعات ومئات ومئات موجودة على الإنترنت من برامج قناة القمر الفضائية تعلمكم وترشدكم إلى هذا الطريق يا ليت خدام الحسين يتعلمون هذا المسلك ويعرفون إمام زمانهم بحسب المنهج اليماني وحينئذ سيعرفون الحسين معرفة يمانية مهدوية فاطمية علوية محمدية مشاعرهم وشعائرهم تبقى مستمرة يوظفونها لنشر معرفة إمام زمانهم يا أيها الحسينيون ألخص الكلام لكم في جملتين الجملة الأولى يا خادم الحسين أعرف ثم اختم يا خادم الحسين أعرف إمامك وعرف بإمامك هذه هي الخدمة المعارفية عرف بإمامك من خلال الخدمة الشعائرية خدمتكم الشعائرية ستكون مباركة ستكون تحت أنظار إمام زمانكم حينما توظفونها لنشر معرفة إمام زمانكم لكن في البداية عليكم أن تعرفوا أمير المؤمنين يقول لكميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة فإذا أردتم أن تتحركوا في مجال الخدمة الحسينية حركة مهدوية عليكم أن تعرفوا إمام زمانكم وفقا للمنهج اليماني أن تعرفوا إمامكم بإمامكم إنك لأنت يوسف ما عرفوه بالتوهم في القلوب ولا عرفوه بغيره عرفوه بنفسه إنك لأنت قائم آل محمد إنك لأنت الحسين إنك لأنت أمير المؤمنين أنت أنت يا أمير المؤمنين أعرفوا إمامكم وإلتكن خدمتكم في الأربعين القادم خدمة وعي خدمة معارفية وأعود وأقول يا خدام الحسيني يا خدام الحسيني أعرفوا قبل أن تخدموا أعرفوا إمامكم وعرفوا به هذه الخدمة المعارفية الأفضل هناك جهات ما أشرت إليها بسبب انتهاء الوقت أتمنى أن أجد فرصة أخرى كي أحدثكم في هذا الموضوع وأذكر لكم الجهات التي ما استطعت أن أذكرها في هذه الحلقة نلتقي غدا في حلقة جديدة من أسئلة وشيء من أجوبة نسألكم الدعاء جميعا في أمان الله